بسم الله الرحمن الرحيم الجواب الوافع على جميع الأسئلة التي سألتها للوزير السابق والأسئلة تتكلم عن منطقة جليب الشيوخ جليب الشيوخ اليوم معاناة الشعب الكويتي كلها يدري عنها وكلها يعلم عنها هي كارثة كارثة بيئية كارثة أمنية كارثة اجتماعية تعاقبت عليها كثير من الحكومات السابقة للأسف لم تجد لها حلول واليوم ننتظر من الحكومة الحالية رئاسة الجديدة يفترض بالنهج الجديد بالرؤية الجديدة أن تكون هناك حلول أيضاً جديدة وسريعة وفاعلة وعملية لمنطقة جليب الشيوخ ألاف الأسر ألاف الأسر أموالها معطلة ومعلقة ومصير ابناء معلقة راحت أجيال وأتت أجيال وللأسف مقدر يتصرفون في أملاكهم حصتهم اليوم مشكلتنا ليس فقط تتصرف أو حقيقة تتصرف في الأملاك لكن منطقة جليب الشيوخ خارج المنظومة الأمنية في الدولة للأسف خارج الدولة خارج الدولة الأمن فالت المسكرات والمخدرات والعبث الأخلاقي موجود في هذه المنطقة والمواطن اليوم المواطن نفسه ما يعمل يدخل لهذه المنطقة للإنفلات الأمني الموجود فيها وأيضاً توجد بها كارثة كارثة بيئية مردودها عكسي وسلبي على الدولة وعلى سمعتها وأيضاً على المواطنين ومن هذا المكان ومن هذا السؤال أوجه أيضاً خطابي للأخ وزير الإسكان في منطقة المطلع ومنطقة جنوب عبد الله المبارك من العبث الحكومي للسابغ الموجود لنتخيل أن مناطق تنشأ ولا توجد لها بنية تحتية أجلكم الله منطقة في 28 ألف قسيمة سكنية لا يوجد فيها صرف صحي كارثة كارثة اخلاقية وكارثة إدارية وكارثة بيئية بكل ما تعني الكلمة المعنى لذلك وطالب الأخ وزير الإسكان من هذا المنبر منبر الأمة أن يؤجل قصد بنك الإثمان لمنطقة المطلع ومنطقة جنوب عبد الله المبارك ما يعقل أن أسرة تسكن في بيت ولا يوجد فيها صرف صحي وين السكن؟ السكن في مفهومه ومعناه يكون هو استقرار استقرار في الخدمات استقرار في البنية التحتية استقرار في المدارس والمستوصفات والطرق والإنارة والمغافر والمساجد كل هذه المواقع الخدمات لو توجد للأسف إلا جزء بسيط لا يذكر يعني لذلك وطالب الأخ وزير الإسكان اللي أيضا نحشي النظام فيه وبداية إن شاء الله بداية موفقة ونعين إن شاء الله على كل خير أن يؤجل قصد قصد منطقة المطلع ومنطقة جنوب عبد الله المبارك لحين استكمال خدمات واليوم ينتهي القصد ينتهي تأجيل القصد المدة السابقة في تاريخ 31-3-2024 وبإذن الله الوزير وعدنا أن ينظر في هذا الموضوع ونجد له حل كما وطالب الأخت وزيرة البلدية أن يكون موضوع منطقة جنوب الشوخ أولوية وأولوية قصوة لدى الحكومة وبإذن الله منتظرين الأفعال وليس الوعود